اكد معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف تأييد مملكة البحرين التام للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني المملكة والمقيمين فيها وذلك في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة للفيروس لافتا إلى أن هذا القرار الصادر من وزارة الحج والعمر السعودية جاء حافظا لشعيرة الحج وملبيا لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية وداعما للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء وقال معالي إن مملكة البحرين تؤكد دعمها ومساندتها المستمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن وصحة حجاج بيت الله الحرام رافعا شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم مثمنا جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام والعناية بهم على الأصعيدة كافة بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة